إلى عربي بوست أيضا في تركيا كيف يدير أردغان حملته بجولة لعادة من الانتخابات الرئاسية وما هي خطته الانتخابية للثامن والعشرين من مايو لم يرغب الرئيس التركي رجب طيب أردغان في إضاعة الكثير من الوقت بعد خطابه من شرفة حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين الخامس عشر من مايو آيار عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات ليجتمع في مساء هذا اليوم عضاء الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية لتقييم النتائج والتخطيط لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لتكون خطة أردغان الانتخابية مكملة لما قبلها قال علي إحساني أفوز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ومسؤول الانتخابات أيضا في الحزب الحاكم إن الرئيس التركي وجه قيادات الحزب كافة إلى ضرورة العمل بجد من أجل جولة الإعادة وكأنها هي الجولة الأولى دون أي كسل أو تراخ أما عن تفاصيل الخطة فكان من مبدئها ومن أولها شعار الحملة فبحسب مسؤولي حزب العدالة والتنمية بدأوا أيضا حزب العدالة بتغيير شعار الحملة الانتخابية الذي كان الرجل المناسب في الزمان المناسب أيضا إلى الاستمرار مع الرجل المناسب وكانت أيضا حملة منفصلة فقد نصت الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على أن جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية هي حملة منفصلة عن انتخابات الرابع عشر من مايو أيار ويجب التعامل مع تفاصيلها من كل الزوايا وعند ربط وعدم ربطها بالجولة الأولى من الانتخابات واعتبارها خيارا جديدا من قبل الشعب والناخبين أيضا ثالثا لغة جامعة فتعتمد الحملة في الجولة الثانية على رسالتها في لغة جامعة لا تستخدم الاستقطاب ولا تدعو للفرقة ورابعا الثقة والاستقرار والتركيز على أهمية التعامل مع البرلمان والرئاسة من أجل استقرار البلاد وسرعة تعاملها مع المخاطر خامسا القاعدة الشعبية وتقوم الحملة في عمودها الفقري على ضرورة التأكد من وجود الزخم والحشد الذي كانت عليه انتخابات الرابع عشر من مايو والتأكد من ذهاب كل مؤيدي أنصار الحزب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين من مايو أيار مع العمل على كسب الناخبين القوميين الذين لا يصوتون لحزب الشعب الجمهوري بسبب علاقاته مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سادسا مناطق الزلزال تشمل الحملة كذلك التركيز على مناطق الزلزال في أحد عشر ولاية متضررة وذلك عبر زيارات المسؤولين لها من الحزب وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردغان إلى جانب الوزراء والمسؤولين نظرا لأهمية هذه المناطق باعتبارها مستودع تصويت وذلك إلى جانب ناخبي أيضا المنطقة وطبق الوسطى أسابعا المدن الكبرى إلى جانب ذلك طالب الرئيس أيضا التركي ولم ينسى تفاصيل لبعض المدن الكبرى خاصة إسطنبول وبلدته ريزا في ظل النتائج الأولى والتعامل مع هذه الدراسات بشكل إيجابي فقد تظهر نتائجها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية